السلام عليكم اشترككم بروقات اشترككم انكم تكونوا على خير و بخير و بصحة جيدة ان شاء الله هذا المهار قلت ندير معكم واحد طويج صار حاجة بني 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 قلت ندير معكم واحد طويج على الفاخر والعواد يكون مغربي طبيعي بسيط و نديره ان شاء الله مجموعين على بركة الله سنبدأ لدينا هنا البطاطا والبصلة الحمراء والبيضاء لدينا نديرهم مخلطين ماطيشة الفلفلة حلوة واحد شوية ثومة هنا لدينا ثومة زيت و ماطيشة لدينا لدينا العطرية لدينا الفلفلة حمراء سودانية و معلقة الإبزار مع مراش و معلقة خارقوم معلقة كبيرة القصبور مدقوق يابس و شوية الكامون كبيرة هنا عندنا طويجن على بركة الله من بعد ما غصناه هالطاجين تستعملوا تقريبا ديما في المجمار يعني وخاك يكهل نعود نغسله ما شيء مشكلة هنا تنجيبوا الحوت تنقطعوا من الوسط لا إما جوج قطرات ولا أحدان يعني في الطاجين مشي بحل فران الطاجين تيكون عندو واحد سميسو كما تقولوا متين شفنش بزاف بحل فران تنقطعوا غير مرة تقريبا ولا جوج على حسب على حسب يعني الحوت وش كبير ولا صغير ولا موين هنا تنشدوا العطرية ديالنا ماذا ميلونجي توليزي بيس يعني غادي نخلطوها كلها هاد ليزي بيس ديالنا غنضفوا لها الماء هاد العطرية هاد العطرية ان الحوتفات اللي درت له الحامض والملحة يعني غنزدوا الماء وغادي نبدو نخلطو غاب شوية هناك نشد الحوت ديالنا وتنضيفوه ف هاد العطرية اللي درنا هاد الحوت فات لي درتوه في الحامض في الاول من بعد ما غصلتوه درتوه في الحامض والملحة ليهدا ما درتش في العطرية الملحة في الاول يعني غنضيفها من بعد ما ندير الحوت هاد الحوت هاد اللي بنات يعني من بعد ما نديروه العطرية نخليوه على جنب واحد شوية على من تطلق فيه شوية العطرية دياله و عاد كنخويو كل شيء وتنديروه في الطاجين ان شاء الله هنا تنضيفنا شوية الملحة والله ولكن الحوت يبغي بزاف ديال الملحة الصراحة الحوت الى جامسوس ما تيجيش زوين هنا غادي نديرو البصلة ديالنا هي اللي ولف الطاجين انا درت البصلة الحمرة و شوية ديال البيضة انتم ما تديروه اختيار اللي عندكم وجدة في الدار لا يكلف الله نفسا إلا وسحاها هنا غادي نديرو الخضراء كما قلت لكم الحوت ديما تنديروه من فوق الخضراء الحوت ما يمكنش نديروه هو اللي و اللي انه غادي يرسقنا و غادي يطيب و غادي تبقى الخضراء من اللي فوق يبسا لهذا احسن من مشبح الحم عفوا الحم ممكن نديروه كان نديروه تحتمنها تقريبان غير البصلة شوية و تنضيفوه للحم و عاد تنديرو الخضراء الحوت الحوت هو تيطيب ضغية ضغية دونك نخليوه هو التالي تنديروه من فوق الخضراء بغيتي تديروه تديروه بحلا بخزوه والبتاطا ديرو خزوه البتاطا كل واحد الخضراء اللي تتعجبوه انا دار تغيل البتاطا هاد النهار والفلف اللي حلوه والبصلة و ماتيشا دابا قادي نضيفوه الحوت دينا على الخضراء اللي درنا و دينا و كان واحد الجواض نار زوين اللي بنت و واحد شميشا و صراحة كان بروفيطي و من انت يكون شوية شميشا لان دي ما راح نفشتا غمالينا تنقلوا من انت تكون شوية شميشا الانسان يبروفيطي و علش لا هنا عندنا الفلفلة حلوه تنظيفوها على الطاجين دينا و راتوا ما انا غير ميتا يعني ما قطعتها مولو غير قشرتها و حطيتها في الطاجين هنا تنظيفو ماتيشا ولا البناظورا اللي تقولوا لها يعني في الشرق باش يفهموها ولكن يرع بينا كنظيفو الحامض الحامض ما خصناش نضيفو بزاف الحوت يعني نضيروه في الأول من هنا كل الحوت مازال ما طاب و تنغسله هو الملحة و تنهرقو علي هذك شي ولكن من بعد تنظيفو غشوية باش ميجناش الملحة ولا لاصوص دينا تجي حامضة هاد لاصوص اللي بقتنا يعني تنهبطوها وتنذيروها على الطاجين دينا يعني يكونوا ايديتنا مقين انا تنفضوا بايديتي الحمد لله كننقوا و دينا وتنخدموا عادي كما جنات كما جدودنا بغيتوا تديروا المعلقة تديروا المعلقة كل واحد قولوا شواء دينا هنا عندي الزيت البلدية و الزيت الرومية كترت الزيت البلدية على الرومية يعني تنظيفو واحد الكاس ما معمرش تنظيفو على الطاجين دينا تنظيفو شوية ديال الماء يعني واحد كاس ونص على حسب الطاجين اللي عندكم واللاكاس ديال الماء ميمتمو والقياس اللي عندكم طاجين اين فو غاديبقى يغلي غاديبقى يطلع الماء الفوق للخضراء وهنا عندي المجيمار وعلي هذك اللعيبة ديالي الطاجين ما عشت يسميوها وهالطاجين ديالنا وعليني البلدية هذ النهار زوين الشميشة صارحة زوين الحمد لله علي الله ومالك الحمد وتنغطيو تنغطيو أنا راني سبقت لغضاء قبل تنغطيو الطاجين ديالي تنغطيوها وتنخلي واهي طيب على خاطر خاطره تنغطيوه يعني واحد اربع ساعات نطلو عليه هالطاجين بقى تيغلي أنا تنحضي ماذا المعلقة باش ما تفضلش الطاجين وهالطاجين ديالي تلع رائع ناكلوه بصحة ورحة وديرو هالطريقة والليتة رائعة جداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر